اشتركوا في القناة وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حالفا لحلفت عليهن ما نقص مال من صدق خلاف ما يتوهم الناس خلاف ما يتوهم الناس ما نقص مال من صدق قط لا تصدق أن مال ينقص من صدق قط لا تصدق أن مال ينقص من صدق وفي الرواية الأخرى ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدق أنت الصادق بلا حليف يا رسول الله لكن قال لك ما نقص مال من صدقة وإن ترى في الحس ينقص فحقيقة يتبارك وحقيقة ينمو وحقيقة يعظم وحقيقة يكثر لك ما نقص مال من صدقة قال وما زداد عبد بعفو إلا عزاه خلاف ما يتوهم الناش وإنما تعفو يركب عليك ويستهنون بك ويأخذوا حقك لكنك لو اتبعت نبي تجد الأمر كما قال النبي لا كما توهمت في هذه الرواية يقول ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة قال ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فكر أي باب التفات لما في أيدي الناس ليسألهم يفقر رواه الترمذي ولمسلم وأبي داود نحوه الله أكبر في رواية والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفو يعزكم الله الله أكبر سئل أبو الدرد رضي الله عنه أنا عز الناس قال الذي يعفو إذا قدر من أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فاعفو يعزكم الله والصحة في الحديث من تصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قط إنما كان يغضب لله ويرضى لرضاه وقال لمشري مكة بعد الفتح يذهبوا فأنتم مض طلقا فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام لأنهم كانوا يتوقعون الموت أكثرهم يعلمون هم كيف عملوا كيف عملوا في الماضي كيف آدوه ويقولون الآن قدر علينا ما دري كيف يقطعنا يقطع يدينا أرجلنا يصلبنا يحمي زيت وحطنا إحنا فيه إيش يعمل يرمي جاري أمر أصحابه يسحبونا يصلى إيش يعمل إذا هبوا فأنتم يطلق قاموا كأنما نشروا من القبور جموع منهم وقالوا والله ما طابت بهذا لا نفس نبي رجعوا نشهد لله دخلوا في دين الله أفواجا بخلق المصطفى ومحمد فلو رأيته ماسك عبادة الباب وصند الكعبة وقعد جالس وسط الكعبة ونأشرف على القوم المسجد ملان من أصحابه جنبه وقريش ماسك عبادة الباب ورفع ذاك الصوت العجيب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدا حذر قايم عندكم يكلمكم ألغى صدق عبدا ونصر عبدا وصدق وعده وصدق عز جند وهزم الأحزاب واحده يا معشر قريش ما تظنون أن يفعل بكم اليوم يوم القرهر عندي الحكم هنا وهو في الطريق داخل وقال سعد اليوم يوم الملحمة حرب اليوم تستحر الكعبة قال صلى الله عليه وسلم لما بلأوا الخبر لا اليوم يوم المرحمة اليوم يعج الله قريش وذلك اليوم يذل الله قريش قال اليوم يعج الله قريش ترجمة نانسي قنقر